شاركت هذا الأنصاري الأمين العام للمجلس العادة للمرأة في الجلسة التي نظمها المجلس القومي المرأة بجمهورية مصر العربية في إطار الحملة التي أطلقتها بعنوانة المربوطة سر قوتك والتي عقدت برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي المرأة في مصر وبحضور سيدة فومزلي مالا موبو نوغا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وسيدة نيم هي كيم رئيسة مجموعة المرأة والسلام العالمية وذلك على همش اجتماعات الدورة الحالية والستين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة التي بدأت أعمالها يوم الأثنين الماضي بمقر الأمم المتحدة بنيورك وخلال هذه الجلسة عربت الأنصار عن تقديرها لدور جمهورية مصر العربية على صعيد برامج تمكن المرأة مشيرة للتعاون الوثيق مع مصر وتبادل الخبرة في إطارة مذكرة التفاهم الموقع بين المجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين والمجلس القومي للمرأة في مصر مكنة على همية عقد مثل هذه اللقاءة الهمة وإتحة الفرصة لمملكة البحرين للمشاركة في هذا الحادث المهم للحديث عن جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة العالمية لتمكين المرأة هذا وكدت الأنصار أن مملكة البحرين تتطلع إلى أن تكون الجائزة خير وسيلة للكشف عن مبادرات وبرامج استطاعت أن تحدث تغييرا إيجابيا على حياة المرأة بما يحفظ حقها في مشاركة عادلة في الحياة العامة وخصوصا استقرارها واستلامة تقدمها في بيئة العمل اشتركوا في القناة